ماريو مونتي يطلع بمهامه الجديدة على رأس حكومة من التكنقراط وخالية تماما من أي سياسي محترف يمثل المعارضة اليسرية أو الغالبية من يمين الوسط مونتي استلام مهامه من سلافه سيليو بيرلسكوني وسيترأس حكومة مصغرة تتكون من 16 وزيرا الفريق الحكومي الجديد مصر على إخراج إيطاليا التي ترزح تحت عبئي ديون ضخمة من 1900 مليار يورو من خطر الاختناق بعد زيادة الكبيرة في معدلة فوائد القروض والجديد هو أن مونتي استحدث وزارة للنمو وتضم حقائب التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والبيئة وعهد بها إلى كورادو باسيرا رئيس ثاني أكبر بنك في البلاد أنتم ورئيس الوزراء لديكم الملفات الأكثر صعوبة كل الملفات صعبة لكننا متحدون هل ستنجحون؟ إيطاليا تستحق أكثر مما نقوم به وشهدت البورصة الإيطالية توازنا أمس الأربعاء على خلفية إلطاء الصفات الرسمية على رئاسة مونتي للحكومة وأكد مونتي رغبته في تركيز أكثر على المبادلات المنسقة لنمو الاقتصادي وتعزيز قلب الاقتصاد الحقيقي اشتركوا في القناة